والحديث عن الموضوع أسعد بيس إذا فكل من صلاح الدينجي لحمودير مركز الذكاء الجزائري أهلا بك سيدي وأيضا ناصر عزيلي عضو مكتب الجزائري الذاكية وبطل عرب للذاكرة أهلا بكم نهنيكم على هذا التشريف شرفتم الجزائر ومثلتم الجزائر أحسن تمثيل هنيئا لكم إذن بداية ربما لو تضعونا في الصورة كيف كانت المشاركة من بين 20 دولات حصلتم على المرتبة الثالثة فيما يخص الذاكرة عن طريق مركز الذكاء لتشريف فعليه أنت سيد داجي لح تفضل طبعا لما نتكلم على بطولة العالم للذاكرة هي بطولة أقيمت لأول مرة سنة 1991 بريطانيا بقت هذه من سنة 1991 حتى تقرأ إلى سنة 2013 لم تشارك ولا دولة عربية في هذه البطولة بدأت مشاركتنا ببداية من 2013 ومن ثم 14 و15 و16 تقريبا لمدة أربع سنوات كنا نراوح المكان في المرتبة الثامنة بكل الجهود اللي قمنا بها العام المنصرم حسينا رواحنا جالسين في الخلف مدينا حتى تكريم مدينا حتى حاجة غلطنا رواحنا دربوا تعدزيرها الزينو قررنا باللي رأينا العام المقبل على هذا الدميل ديسات باللي رأي الجزائر تكون حاضرة لأنه كي كنا المرتبة الثمانية واثناعش ما يحوسوش علينا ما يتكلموش معانا الحمد لله رجعنا وعقدنا العزم باللي رأي الجزائر وتنتصر واستضافنا استضافت مؤسس الذكاء للتدريب بطل العالم جوناس جوناس من جانا من السويت وساعدنا بزاف وقدمنا أحدث الاستراتيجية جيات دربنا شهر أوت استعدادا لبطولة العالم وبدأنا في فيما يسمى محاكاة بطولة العالم يعني نديروا بطولة العالم صغيرة هنا في الجزائر بش يتعودوا على الأجواء ثم ويتعودوا على طول الاختبارات ويتعودوا نفسيا قمنا بأربعة طبعا كان هذا بعد اختيار المنتخب اللي موجود لأحد أعضاءه بطل العرب للذاكرة ناصر عزيري ويحيى نصر الدين اللي غائب لظروف عائلية طبعا ودخلنا المنافسات كانت منافسات حادة لمدة ثلاث أيام ستة وسبعة وثمانية من شهر ديسمبر وكانت قبلها ثاني كذلك صعوبات أننا ما خذيناش تأشيرة كان عن مشكلة تأشيرة للصين مشكلة كبيرة جدا للتأشيرة لدرجة أننا فقدنا الأمل وفقدوا الشباب الأمل وإحنا نؤمنوا بالجزائر نؤمنوا بالجزائر تحركنا رحت بنفسي للبرلمان بدون أي موعد بدون أي شيء قلت النائب اللي نلقاه برا نحكي له المشكلة بتاعنا بالفعل اتقيت مع النائب ناصر حمد أدوش استقبلني قتله نحن نمثل الجزائر نحن نحب نقضي وعدنا مشكلة في التأشيرة قال للأمر عند رئيس لجنة الشؤول الخارجية سي عفيف اللي نشكره من هذا البلاطو مباشرة في ظرف أقل من ساعة وجه خطاب رسمي للسافير الصيني وعطانا الخطاب ومنحنا التأشيرة في ظرف وجيز وتمكننا من الذهاب والحمد لله كانت رعنويات شرفت الجزائر وكذلك ذهابنا وعودتنا تحسي بالرها الجزائر معناتها فيها أشياء إيجابية الاستقبال في المطار الحمد لله كنت تشاهد الاستقبال رائع جدا والنهار كانت موجودة في كل لحظة من الاستقبال هذه الأمور تخليك بالرها تطمح ونطمح بالرها نزيده مرتبة أولى عالميا نكون أولى عالميا في مجال علمي مش رياضي بحث نعم نوح المصر عزيزي ربما كان هو في خضم التجربة لو تحدثنا على التجربة تجربة الصين والجائزة يعني المرتبة احتللت ومرتبة ثالثة بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة نشكركم على الاستيضافة لا شك على واجب قيمة جدا وتشجيع لنا معنوي أكثر بالنسبة لي هذه أول بطولة عالمية أخذها أخذ غمارتها كانت تجربة رائعة جدا بالنسبة لي ديت منها خبرة يتحسين مستوى أكثر والمساهم أكثر في رفع والمضي قدما في رفع ترتيب الجزائر في البطولة العالمية كانت مشاركة مشاركة قوية بالنسبة للمنتخب لأنه في ظرف من 2012 إلى حد 2016 كانت جزائر تحتل غير المرتبة الثامنة الآن يعني من المرتبة الثامنة حتى الثامنة يعني قفزة نوعية مبهرة جدا أكيد يعني أكيد كانت هناك جهودات عن طريق المركز عن طريق الكوتش يعني كانت عندكم ربما امتيازات لغير ذلك أكيد نعود إليك كوتش سيد صلاح الدين جيلح يعني كنا تحدثنا في كواليس حوله لما لحقتوا للصين بمشاركة 20 دولة منافسة للجزائر قلتنا لنا ربما ما يعرفوش الجزائر لكن أنتم ما عرفتوا بالجزائر خاصة بعد تتويجكم للمرتبة الثالثة في الحقيقة عام يعني إحنا لما نتكلموا يقولون من أي دولة والله تقولوا ألجيريا نتفاجأ أنهم يقولون نيجيريا تقولوا ألجيريا نورث أفريكا شمال أفريقي ما يعرفوش الجزائر يعني حتى أسيويين والله أوروبيين والله البعض مش مشهورة إحنا إحنا اعتمدنا كأننا سفراء للجزائر قلت الشباب لازم لازم نعرفوا على البلاد التالة في مجال الذاكرة وفي مجال التذكر وبدأنا نخدمه في اليوم الثاني إحنا وماليزيا لم يعدنا فرق كبير في المجموع يعني إحنا العام الماضي جاوزنا اليابان جابون تقريبا ماليزيا بيناتنا مئات النقاط يعني من بين إحنا 11700 نقطة ماليزيا عدها 11200 يعني كانوا قادرين في في ضرف وجيز في ضرف وجيز وكانت حضرة الأميرة الماليزية وحضرة شخصيات من تمثل رئاسة الماليزية كان كان عدهم تشجيع كبير لكل حال إحنا الجزائر في قلوبنا موجود تشجيع ولا مش موجود التشجيع إحنا منذ سنوات موجود الدعم ولا مش موجود الدعم لابد أنا يحفز أول وتمثل الجزائر مثل الجزائر بعد ما احتلينا المرتبة الثالثة كامل حبوا يتعرفوا علينا حبوا يحكموا معنا شكونا بدوا يتعرفوا على الجزائر عزمونا في في موائد خاصة كما نقول الطعام غير أن طوني بوزان هذا هو عالم عالم في الذاكرة وفي العقل هو مؤسس هذه البطولة ومؤلف مئتين تقريبا مئتين كتابة ومؤلف في مجال الذاكرة والعقل ويعتبر يعني من أفضل اللي تكلموا في العقل كان معايا الأخ ناصر لما قتلوا قتلوا إحنا كجزائر رنا نطمحوا بلنا نعمل ماضي نكونوا المرتبة الأولى قال لي جاوبني استغربت الجواب التاع ويقلت أنا ممكن يقول لي إن شاء الله يعني يقول لي ديروا محاولة قل لي لازم قل لي لأننا كأوروبيين كنا نتعلم منكم الفلك ونتعلم منكم الرياضيات كما كانت بجاية منارة العلم استغربت أن يقول واحد بمثل عالم في مجال الذاكرة والعقل يقول هذا الكلام زاد أعطانا التشجيع أنه شجعنا بلنا نزيد ونبدله جهود نتمنى أنا كفريق قبل الروح قلت لهم آخر حاجة درناها وآخر لقاء درناها بعد جولات سياحية رحنا لفيتنام وهونج كونج وكذا قلت لهم آخر اجتماع قبل الروح لازم نحد وخطة استراتيجية للعام المقبل لازم تكون الجزائر هي الأولى في هذا المجال إن شاء الله إن شاء الله لو تحدثوا فقط ليفهم المشاهد ما هي مسابقة الذاكرة وما هي الاختبارات ليعتمدوها في مسابقة الذاكرة غمار هذا المجال هي مهارة الموجودة عند الإلسان لكن يحتاج لتنميتها أكثر وتعتمد هذه المسابقة على أن المعلومات تجي على أشكال مختلفة للإنسان يقدر يصادفها في حياته اليومي مثلا أسماء وجوهها يعطيك أسماء لأشخاص والوجوه تحم تحاول تتذكر أكثر 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 عدد من الأسماء لأشخاص كي مثلا لدينا الأرقام أرقام بسفعة معشوائية متكونة من سفر إلى تسعة تحاولي الذاكرة في مدة زمنية محددة عندك أرقام ثنائية متكونة من السفر والواحد أيضا في مدة زمنية سنتحدث فقط على هذه الاختبارات أستسمحك سيد ناصر عزيلي فقط نمر إلى فصل multiplata على الآخر لإمكانكم مصومة لنتظار خود تعالي كلا